تتهمت المعارضة السورية النظام السوري بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى نزحي مخيم ركبان وبمماطلة الحكومة السورية ومراوغتها بشأن إدخال الغذاء والدواء إلى المخيم وبحسب المعارضين المستشار الإنساني للأمم المتحدة بدمشق يان إغلاد خرج عن صمته مؤخرا مصرحا بأن الحكومة السورية تمنع دخول المساعدات إلى مخيم ركبان حتى الآن حثا هذه الحكومة على تسهيل المهمة أمام المنظمات الدولية فيما ينظر المعارضون بيأس إلى وصول هذه المساعدات التي جرت توصل إلى تفاهمات حولها بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والأمم المتحدة مؤخرا وذلك لوصولها إلى المخيم قبل أن يحصل النظام السوري على صفقة وصفها بشبه مستحيلة